الحفل الكريم مع عرض المهارات الخاصة نشاهد من يمين ويسار المنصة نخبة من طلبة وطالبات الكلية يتقدمون صوب المسطح الأخضر ويتخللهم مجموعة من الطلبة والطالبات الحاصلين على الأحزمة المتقدمة في رياضات الدفاع عن النفس يستعدون لتقديم كاتة الدقة والتحكم تقدر الإشارة إلى أنه سيتم هذا العام تخريب الدفعة الأولى من خريجات كليتي الفقوق والتربية الرياضية بعد دراسة استمرت لمدة عامين كاملين بالكلية سيستعرض الطلبة والطالبات بعضاً من المهارات القتالية عن طريق أداء الكاتة العاشرة إمبي والمؤهلة للحسام الأسود في رياضة الكاراتي وهم عصوب الأعين وهي عبارة عن قتال افتراضي أداء الطالبات لتلك الحركات القوية والمنظمة بمشاركة زملائهن من الطلبة يوضح ما وصلنا إليه من مهارة وتناغم في التدريب المشترك بالكلية صد الدربات الافتراضية وتوجيه عدة ضربات ضربات وركلات باستخدام اليدين والقدمين ضيوفنا الكرام يطل علينا من اليمين مجموعة من الطلبة يستعدون لتقديم بعض من الفنون القتالية المختلطة بينما يتقدم من اليسار مجموعة أخرى لاستعراض بعضا من فنون رياضة الأيكيدو أشفل أحسب أشفلي 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 تفادي الضربات بالسيطرة على الخصم من الرسل صد الرقلة الأمامية وإخضاع الخصم التسطي للخصم وطرحه أرضا تفادي الضربات المعجزة والإخضاع أرضا إخلال اتزان الخصم والطرح أرضا تفادي الضربات والطرح أرضا باستخدام حركات الكونفو استغلال نقاط الضعف للسيطرة على الخصم السيطرة على الخصم باستعراض حركات التورنيدو شل حركة الخصم من الكوع والكتف طرح الخصم أرضا من خلال السيطرة عليه من أعلى نقطة التخلص من الخصم بدفعه من الرقبة التصدي للخصم باستخدام فنون المصارع السيطرة على الخصم من الضراع طرح الخصم أرضا باستخدام فنون رياضة الجودو تفادي الاعتداء بالطرح أرضا بشكل عكسي التصدي لركلة قدم وطرح الخصم أرضا اخضاع الخصم والسيطرة عليه من الكوع شل حركة الخصم من العنق تطويع الحركات القتالية المختلفة في السيطرة على الخصم والتمكن منه الحفل الكريم في إطار تحديث وتطوير المنظومة التدريبية بكلية الشرطة نشاهد أمامنا الآن جهاز ألفا ستار والذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من عشرة أمطار ويمكن الطلبة من التدريب في أضيق الأماكن على الجهاز أبناؤكم الطلبة والطالبات أثناء أداء أوضاع مختلفة من الحركات القتالية يؤدي الطلبة والطالبات الآن كاتة قتالية موحدة في جميع مستويات الجهاز من خلال ممرات ضيقة ومتصاعدة الارتفاعات وتتطلب قدرا من التركيز والدقة وكسر لحاجز الخوف بينما يظهر على يسار الجهاز مجموعة من الطلبة أثناء التسلق على حلقات التسلق ويتبعها مهارات الإنزال والإخلاء بواسطة مواسير الإنزال السريع بارتفاع ثمانية أمطار بينما يستعرض الطلبة من يمين الجهاز مهارة استخدام الحبال بالنزول من الأماكن المرتفعة لأهداف أرضية كما يظهر من يمين ويسار الجهاز مجموعة من الطلبة أعلى الأجهزة أثناء أداء تمرينات العقلة الضغط، البطن، ورفع الأوزان والأحمال الثقيلة بالإضافة إلى تمرينات الإسكوات بينما يظهر على المستوى الأخير بجهاز ألفا ستار الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لكاتة البومكاي تحت ضغط الأماكن المرتفعة كما يظهر في المستويات المختلفة الطلبة والطالبات أثناء أداء كاتة باستخدام الخنجر والتي تنمي لديهم مهارات الدفاع عن النفس وتستخدم في أعمال الهجوم وصد الاعتداء وفي منتصف الجهاز نشاهد مهارات سرعة رد الفعل بالضربات والركلات تجاه البوبمان والسانت باك في اتجاهات مختلفة يشار إلى أن جهاز ألفا ستار هو وحدة تدريبية لتطبيقات اللياقة والكفاءة البدنية ونقل مستوى التدريب إلى دراجات مرتفعة من الصعوبة وتفعيل التعلق المؤمن وإظهار المهارة لطلبة وطالبات الكلية ويتكون الجهاز من أربعة مستويات من التدريبات بارتفاع ثمانية أمتار ونصف وهو ما يعادل مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق ويهدف هذا الجهاز إلى التدريب على الأعمال القتالية ورفع اللياقة تحت ضغط الأماكن المرتفعة ورفع كفاءة الاتزان يشار في هذا الصدد إلى أن جميع الأعمال مؤمنة بالكامل بأحبال التعلق والحماية